مع ثوابته في فرض الأمن على الأرض العراقية يسجل جهاز المخابرات الوطنية العراقي إنجازا جديدا من خارج الحدود جهد استمر لسنوات من التعقب وبتوجيه شخصي من القائد العام للقوات المسلحة نجح فيه بإلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الإرهابي واقتيادهما إلى العراق الإرهابي عصام عبداليس عيدان المكنى بأبي زيد إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي والمتورط أيضا بتوثيق قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي الإرهابي بشير عبداليس عيدان المكنى بأبي أحمد اتصالات عسكري ما تسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن العمليات الإرهابية بالفلوجة عام 2014 الذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية الانتصار الذي يسجله العراق في الداخل والخارج يعزز نصره التاريخي على أعتى تنظيم إرهابي وهو بذلك يخطو نحو تطور توثقه النجاحات الاستخبارية والتي أكد رئيس الوزراء أهمية الجهد الاستخباري وضرورة تثبيت الحالة الأمنية إنجاز يؤكد خبراء أنه يصب في تحقيق أهداف حكومية بالمضي قدما نحو عراق أكثر استقرارا كما يسجل بصمة جهاز المخابرات الوطني في القبض على من عاث في البلاد خرابا نتائج تحقق طموحات العراقيين الذين يبحثون عن وطن ويريدونه آمنا لا تعود يد العبث فيه من جديد ترجمة نانسي قنقر